بأجواء روحية وبتراتيلة شجية وبإجراءات وقائية بسبب جائحة كورونا احتفلت الرعية الكلدانية بالأردن بالمناولة الأولى لثلاثة وثلاثين طفلاً من أبنائها المنتشرين في أحياء العاصمة عمان وفي مدينة الفحيس وذلك من خلال القداس الإلهي الذي احتفل به خور الرعية الأب زيت حبابه في كنيسة القديس يحنى دولاسال الفرير بحضور أهالي المتناولين فقط هذا وكان قد اشترك الأطفال بدورة استعدادية في التنشئة وتعلم خدمة القداس وسر القربان المقدس لأكثر من أربعة أشهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي عدة القداس تكلم الأب زيد موجهاً كلامه للأطفال شارحاً لهم معنى المناولة الأولى وأهمية هذا اليوم في حياتهم حاثاً الأهل على الاشتراك أسبوعياً بقداس الأحد مع أبنائهم وفي الختام هنأ قدسه المتناولين وأهاليهم وشكراً معلمي التعليم المسيحي والكادر العاملي في الكنيسة